هنشوف أكتر وأكتر ناس ما عم تقدر تستعمل لا تليفونات ولا الاتصالات تبعها ولا الانترنت عملت وزالت الاتصالات من يومين أنه هتقطع بشكل كل 2G وقررت كمان تقطع 80% من شبكة 3G لما نحكي عن شبكة 2G يعني عم نحكي عن كل التليفونات غير الزكية نسميه نحن أبو لمبة فكل هول عالم يلي هني يقدروا 200 ألف أو أكتر كل هول عالم رح ينحرموا من خدمة الاتصال بالشبكة كل الناس يلي حلق حاملين تليفونات 3G لازم يغيروا السيم كارد تابعاً السيم كارد 4G أو LTE وأكيد هيدا القطع بالشبكات رح يأثر مش بس على المستخدمين العاديين رح يأثر على البيزنس بالبلد رح يأثر على الناس رح يأثر على الاقتصاد ورح يخف أكيد كل الانتاج من وراء هيدا النوع من القطع ومن زيادة الأسعار المتوقع أنه وجود الاتصالات تخف لأنه ما بحث هيدا الهدر يلي هني عم بفكروا يعالجوه يلي هو مكرنة بالهدر الكبير اللي صار رح يحل المشكلة بالعكس حنشوف أكتر وأكتر الاتصالات رح تخف حنشوف أكتر وأكتر الناس ما عم تقدر تتصل ببعضها حنشوف أكتر وأكتر في ضغط على الشبكات وهنشوف أكتر وأكتر الصيانة عم بتقل كمان هيدا كلها مشاكل حتزيد وما حيكون في حلول بهيدا المقترحات اللي هني حطوها يلي بس الناس عم تدفع تمنها يعني كل حكي عن توفير إن كان من أجاره أو موزارة الإتصالات هو حكي غير واقع لأنه هني هلأ عم يجربوا يوفروا مليون ومليونان دولار وعشرة مليون وهدروا 6 مليار دولار من 2010 لهلأ أو قبل شوي فيه هدر بحدود الـ 6 مليار دولار حسب تقرير لديوان المحاسبة أول شي صار فيه تلاعب الأسعار يعني نحنا كانت الشبكة لإتصالات بالدولار بعدين حولوه على اللبناني هلأ رجعوا قلبوه على الدولار بكل هاللعب اللي صارت تقريبا خسروا كمان العالم كتير دولارات كانوا مجمعينهم بتليفوناتهم هها نقطة النقطة التانية ليش نحنا ببلد مثل لبنان العملة الرسمية طبعا الليرة اللبنانية ليش بلنا ندفع بالدولار فينا مسلا نحكي سوريا فينا نحكي عن تركيا كل البلدان اللي حوالينا لإتصالات طبعا بالعملة المحلية طبعا اللي حنصير ندفع الاتصالات بالدولار خصوصا إنه دولار غير ثابت نتوقع إنه تزيد أكتر وأكتر من جايبة المواطن إذا الدولار ضل عم يتلاعب وإذا منصة تسيرفة ضلت عم تعلى بالأسعار طبعا يعني نحنا هلأ عم نحكي ببلد تقريبا عم نصير الأفقر عالميا نحنا حاليا عم ندفع من أغلى كلفات الإنترنت والاتصالات عالميا لأول حل لازم نحنا نفكر فيه كمجتمع وكمان الطلب من المجلس النيابي جديد والنواب التغيريين هو محاكمة ومحاسبة كل الناس يلي إجوا عوزارة الاتصالات ليعرفوا وين صار هذا الهدر لحتى الناس تاخد حقه بس في حلول تقنية تاني مثلا نحنا عنا تاتش وألفا كمونبولي بكل البلد في كتير مطارح بتلاقي أنتان لتاتش أنتان لألفا وموتيران ديرين حد بعض فلازم هيصير فيه لازم الشبكات تكون عم تتفاعل مع بعضها بها الطريقة منوفر تقريبا نص الكلفة تبع المزود يعني هذي حلول بسيطة وفي حلول أكيد أكتر وأكتر لازم تفوت فيها وزارة الاتصالات